والحقيقة ان الجزء ده تحديدا انا بدعو حضراتكم انكم تسمعوه بكل تركيز واتبدأوا في تطبيقه فورا لانه هيفرق معاكم جدا الجزء ده مش خاص بالاطفال او خاص بالاطفال يعني فوق ست سنوات لكن هو الحقيقة موجه لحضراتكم كامهات واباء الجزء ده عن الاطعمة المسؤولة عن تحسين الحالة النفسية عند الامهات والاباء والاطفال فوق سن ست سنين خلاص؟ اطعمة بتحسن الحالة النفسية وطبعا اول كلامنا كده لازم نوضح لحضراتكم الموضوع مالوش علاقة لان انا واثق دلوقتي ان فيه ناس قالت اطعمة تحسن الحالة النفسية على طول الافكار بقى هتبقى ايه ممكن تخطر على بال كتير من حضراتكم هي ان الاطعمة دي اللي بتحسن الحالة النفسية دي اكلات بقى زي المحشي والملوخية والفتة والحاجات دي كلها لا احنا هنتكلم عن حاجات تانية دلوقتي خلاص ايه الحاجات دي بتحسن الحالة النفسية بس اعنا دلوقتي هنتكلم عن حاجة ليه علاقة بالحالة النفسية وكيميا المخية تمام طيب هنرجع بس كده نقول الحكاية دي فيه مواد كيميائية معينة اساسية في التأثير في انفعلاتنا ومشاعرنا مواد كيميائية بتأثر على مشاعرنا وانفعلاتنا المواد دي احنا بنحصل عليها من خلال الاكل يعني الاكل اللي بناكله ده بيسير او بيحفز افراز هذه المواد في المخ فلما بناكل الاطعمة دي ونتجنب اطعمة تانية ده بيساعدنا في التحكم يعني في اللي بنحس بيه والسيطرة عليه وده ما يعرف طبيا باسم كيمياء الانفعلات او كيمياء الانفعلات وده عملية دماغية معقدة جدا جدا ومتنغمة جدا جدا وحساسة جدا جدا يعني ببساطة اذا عنصر معين نقص في الاكل مثلا خلوا بالكوا بقى عنصر في الاكل نقص ده بيأثر على العملية المعقدة دي اللي هي كيمياء الانفعلات وممكن يخلينا نحس بالحزن مثلا او التعب او سهولة الارهاق وهبدأ امثلة مع حضراتكم حالا علشان حضراتكم تبقوا فاهمين واتطبقوا بقى الحكاية مادة السيريتونين او السيريتونين يعني باللغة العربية كده نقول السيريتونين ويا السيريتونين المادة دي مادة السيريتونين دي هي المادة المسؤولة خلوا بالكوا بقى مسؤولة عن ايه مسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية والتوازن الانفعالي وجودة النوم السيريتونين بيعمل الحاجات دي حلو لما هيحصل نقص في المادة دي داخل الجسم فده هيخلينا نشعر بالحزن والعدوانية والقلق والارق طيب مادة السيريتونين دي المكون الرئيسي لها هو احد الاحماض الامينية اسمه تريبتوفان وده بروتين يعني بروتين وحمد ااميني طيب موجود فين بقى التريبتوفان ده عشان السيريتونين يشتغل يشوف شغله التريبتوفان ده موجود في الموز والعيش البلدي والمكارونة بأنواعها المختلفة والأسماك بيسموها الأسماك الزيتية يعني زي السلمون والسردين والدنيس وما إلى ذلك موجود كمان في الحليب لبن الحليب موجود في الطمر موجود في الفول السوداني طيب هل السيريتونين ده اللي قلنا أنه مسؤول عن تحسين الحالة المزاجية والتوازن الانفعالي وجودة النوم بيحتاج بس التريبتوفان عشان يشتغل الاجابة لا عشان السيريتونين ده يشتغل ويشتغل بكفاءة كبيرة بيحتاج جدا لوجود فيتامينات به 6 وبه 12 والفوليك أسد طيب من المصادر الجيدة جدا للتلات حاجات دول الموز برضو والأفوكادو ولو إن الأفوكادو بقى غالي جدا فأنا بقول لكم بلاش منه لأنه بقى غالي جدا بطريقة غريبة يعني الأسماك بأنواعها تمام كمان معظم أنواع الخضار البطاطس المشوية مش المقلية والردة اللي بتكون موجودة في العيش الأسمر أو العيش البلدي والفراخ واللحمة فيتامين به 6 يعني أو به بأنواعه سواء به 6 أو به 12 أو كده مهم جدا لإنتاج السريتوني والجسم يا جماعة بيكون حساس جدا تجاه أي نقص منه بالمناسبة كل ما العمر بيتقدم كل ما قدرة الجسم على استخلاص وامتصاص فيتامين به 6 أو به 12 تحديدا بيقله عشان كده كل ما نجبر في العمر وأنا هنا بتكلم بقى كمان عن كبار السن شوية لازم نكون حرسين على إمداد الجسم بيهم دايما سواء من مصادر غذائية وده الأفضل أو من مصادر دوائية وده طبعا لازم يكون تحت إشراف طبي ترجمة نانسي قنقر